ورفضت احتلال العراق كيف تلعب معهم باش مهندس بهجت وهي وجهت ضربات قيلة بأنها صاروخية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بين قوسين إسرائيل واليوم المخابرات الإيرانية أو الهكرز الإيراني يقولون بأنهم تحصلوا على وصائق غاية في السرية من الولايات المتحدة الأمريكية تكشف عن أن هناك نواية لضرب منشآت نووية إيرانية كيف يمكن أن تكون هذه الأمور مصرحية إذن؟ شوف يا سيدي أحد أهم الشروط اللي منعت نتنياهو أن يوجه الضربة صار لها فترة الرد والرد على أساس أنه بعد الرد الإيراني نتنياهو يرد ما سر هذا التأجيل؟ هذا سر التأجيل يا سيدي أنه بايدن عند انتخابات هناك انتخابات في الولايات المتحدة نعطيك ما تشاء من مليارات الدولارات من أسلحة لكن لا نقبل بضرب المفاعلات النووية ولا منشآت النفطية اليوم المثل الأمريكي يقول أنه في السياسة البطل عرجاء اليوم أمريكا مو عرجاء بدون أقدام مكسرة الأقدام اليوم نتنياهو يتحكم بأمريكا وبالغرب كله جاء بكل هذه الأسلحة وهذه الحاملات الطائرات وكل هذه أنواع الصواريخ والعتاد والغواصات كلها اليوم تحت أمرت نتنياهو والولايات المتحدة ما عدها إمكانية الآن تمنع نتنياهو من تنفيذ مشاريعه بعد طوفان الأقصى واليوم في لبنان وفي اليمن وهذه القوة التي الآن يزهو بها قبل ستة أشهر كان نتنياهو محاصر من قبل الشعب الإسرائيلي كانت تظاهرات لإسقاطه تبرع خامنائي باغتيال إسماعيل هنية على أراضي طهران في داخل إيران من أجل أن يرفع معنويات نتنياهو وبعدين أخي العزيز يعني موضوع التسريبات هذه أيضا مسرحية أمريكية هذه ليست لأول مرة أخي علاء الأمريكان سبق وأنسربوا يعني معلومة في زمن أوباما أنه هناك تعاون وثيق أذربيجاني مع إسرائيل وهناك قواعد ما كان أحد يعرف أنه هناك هكذا تأثير وتواجد إسرائيلي واتفاقيات مع أذربيجان وأيضا خرجت للإعلام قبل سنة في موضوع أوكرانيا ضابط أمريكي سرب معلومات خطيرة عن الأسلحة التي ذاهب إلى أوكرانيا الآن هذا التسريب أمريكي لا يجيني واحد يقول لي تم اختراق أمريكا سربت من أجل تأجيل الضربة على إيران والرد نتنياهو واضحة العملية أن الأمريكان مرعوبين لأنه ممكن نتائج الضربة ترفع أسعار النفط إلى درجة ممكن يخلي المرشحة الأمريكية في انهيار ويكون سبب لفوز أوباما ترامب العفو فأنت من هنا لما تشوف كل هذه القضايا الكونية لأن ارتفاع أسعار النفط رح يأذي المواطن الأمريكي واليوم انت لو شوف تسمع ترامب في كل حواراته أن بايدن فاشل وهاريس فاشلة وهؤلاء لا يعرفون حل المشاكل والحروب في زمانهم في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط وأنه إذا جاء للحكم سينهي كل هذه الصراعات والمواطن الأمريكي بالنهاية يهم مصالح الخاصة والشخصية أنه تتحسن أموره فهذا التسريب متعمد لتأجيل عملية الضرب ممكن قبل الانتخابات بيوم نتنياهو يحرج الأمريكان بيومين بثلاثة ممكن يرد على ولازم يرد لأنه كانت العملية انطلاق الصواريخ الأخيرة لا لم تكن بتلك الحالة الأولى اللي ذهبت أكثر من ثلاثمائة صاروخ ووصلت بعد سبع ثمان ساعات الضربة الثانية كانت يعني الضربة الأولى كانت استعراضية الضربة الثانية استعراضية أيضا لأنه ما أذت أنت إذا ما تأذي خصمك وما تحرج على الأرض وما تخلي المواطن الإسرائيلي يحس أنه فعلا هناك تهديد وجودي عليه لما تكون الضربات طائشة وغير دقيقة وأنا قلت هيمكن يمك مرة نعم قلت يا سيدي أنه أنتوا ليش ضربين ثلاثمائة صاروخ على إسرائيل أربعمائة صاروخ وبدون نتائج يكفي تستهدفون بيت نتنياهو وزارة الدفاع البرلمان الإسرائيلي مرة ومرتين ثلاثة أربع خمس صواريخ إلى أن أصيبه اشتركوا في القناة